بعد انتهاء مسرحية التحرش بالقوات الأمريكية عقبا صياعها لتعليمات إيرانية صارمة بالتوقف عن مهاجمة القوات الأمريكية وجدت ميليشيات الحشد عملا آخر في العراق يتمثل في قمع الناشطين والمعبرين عن صخطهم على الواقع السياسي والمعيشي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى يقول إن الميليشيات الولائية تفرغت حاليا لترهيب النشطاء والمعارضين لنظام المحاصصة الطائفية في حملة منسقة ضد حرية التعبير يؤكد معهد واشنطن خلال تقريره أن الميليشيات التي تسيطر على السودان وحكومته تسعى للتخلص من كل الانتقادات العلنية للانتهاكات التي يرتكبها أفرادها وأجهزة الدولة التي تديرها وحتى رئيس الوزراء نفسه وبيّن المعهد أن القمع بلغ ذروته في الأسابيع الماضية مع ارتفاع حالة الصخط الشعبي على فشل حكومة السودان في إنجاز يعودها وبحسب المعهد الأمريكي فإن أحد كبار قادة حملة القمع الإعلامي هو المستشار الإعلامي للسوداني والقيادي السابق في ميليشيا حزب الله ثم العصائب ربيع نادر وهذا الشخص هو الذي رتب اجتماعات السوداني مع مسؤولين أمريكيين في مؤتمر ميونيخ الأمني في الشهر الماضي السوداني الذي يشرع القمع ضد منتقديه هو نفسه الذي كان يلبس ثوب الثائر على قمع السلطة قبل تسلمه رئاسة الوزراء بأسلوب فاضح لا يخرج عن سياق التسقيط السياسي ضد الخصوم ولكي يكمل السودان دور المتسامح مع منتقديه ظاهريا فلقد لجأ في الأوينة الأخيرة إلى اعتقال المنتقدين لفشل حكومته عن طريق أجهزته الأمنية ثم يأمر بإطلاق سراحهم وسط هالة من التلميع الإعلامي للسوداني المتنازل عن حقوقه كل ذلك من أجل صرف النظر عن حالة الفشل الحكومي على كافة الأصعدة كما يقول مراقبون